اشتركوا في القناة فيما سجل الدولار في اربيل ارتفاع ايضا حيث بلغ سعر البيع مئة وخمسة وخمسين الف وثلاثمائة دينار مقابل كل مئة دولار اما سعر الشراء فقد سجل مئة وخمسة وخمسين الف ومئتي دينار مقابل كل مئة دولار اعلن البنك المركزي العراقي ان الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية بلغت اكثر من تسعين مليار دينار خلال الاشهر الثمانية الماضية واظهر جدول للبنك ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الثمانية اشهر الماضية ابتداء من شهر كانون الثاني ولغاية شهر ااب بلغت اربعة وتسعين مليارا واربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وتسعة وسبعين الف دينار مبينا ان الغرامات شملت ايضا ثلثمائة وست وثلاثين عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الانذار والتنبيه والامهال وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي قيام البنك المركزي بزيادة الغرامات على المصارف افاد مصدر في مجلس محافظة الانبار بان حجم التبادل التجاري في منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن قد شهد انخفاضا كبيرا واضح المصدر ان السبب يعود الى تحويل بعض التجار بضائعهم الى قمرك البصرة بسبب تسهيلات التخليص للقمركي واسعارا منخفضة يقدمها مؤقبون مقابل مبالغ مالية مشيرا الى ان حركة الشاحنات المحملة بالبضاءة في منفذ طريبيل قد انخفضت بشكل كبير في الوقت الحالي بعد ان كانت تشهد انتعاشا في الفترة الماضية واكد المصدر ان حركة نقل المسافرين من الاردن للمناطق الغربية للعراق ايضا قد تراجعت بشكل كبير وهو الامر الذي يؤثر سلبا على واردات منفذ طريبيل ارتفعت اسعار والنفط في التعملات المبكرة اذا ركزت الاسواق على شح الامدادات قبيل فصل الشتاء والهبوط السلس للاقتصاد الامريكي واضهرت بيانات الصناع الصادرة ان مخزونات النفط الخام الامريكي ارتفعت الاسبوع الماضي بنحو مليون وستمائة الف برميل مقابل توقعات المحللين من خفاض قدره ثلثمائة الف برميل تقريبا ومع ذلك استمر قلق الاسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الامريكية في مركز التخزين الرئيس في كاشينغ بولاية اوكلاهوما الى ما دون الحد الادنى من مستويات التشغيل حذرت فكالة مودز من ان خطر الاغلاق الذي يهدد المؤسسات الحكومية الامريكية نهاية شهر الجاري سيكون له تأثير سلبي على التصنيف الاعتماني للبلاد وقالت مودز ان الاغلاق المحتمل يسلط ضوء على ضعف القوى المؤسسية والحوكمة في الولايات المتحدة واعتبرت ان الاغلاق لفترة طويلة سيؤدي الى تعطيل الاقتصاد الامريكي والاسواق المالية وستتعطى الخدمات الحكومية الامريكية وسيمنح مئات الالاف من الموظفين الاتحاديين اجازات دون اجر اذ فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الاول من شهر التشرين الاول المقبل والان الى اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار العراقي وكذلك الى اسعار المعتمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية المجزء للقاء